بيبدأ فيلمنا بالشاب المراهق ده اللي بيكون اسمه جي وصديق يونج بينادي عليه وبيروح جي وبيمشي معاه وبعد كده بيمشي وراهم مجموعة كبيرة من الطلبة وهم حالين كده في مكان زي المدرسة وبيرجع بينا الفيلم فلاش باك للوقت الحاضر وبيكون جي قاعد مع اخته في مكتب مدير المدرسة واخته جاية بقى تقابل المديرة وبتعتذر لها عن تصرفات اخوها واللي بيكون معروف عنه انه بتاع مشاكل ومعارك وانه كمان من الطلبة المشاغبين والفشل في المدرسة وسلو وعدواني جدا وبيتحاول اخته تخلي المديرة تسمحه وتديله فرصة اخيرة وبتوعدها كمان ان سلوك اخوها هيتغير للاحسن ولكن المديرة بيتوبخ جي على سلوكه السيء وكمان بتذكر له افعال الشغب اللي بيعملها باستمرار في المدرسة وهو لا بيحترم قواعد ولا قوانين المدرسة وهنا جي مش بيجبه كلام المديرة وبيتصرف وبيتكلم بقى اللي تزق معها وخلاص المديرة هنا بتقرر تطرده من المدرسة وفي المشهد اللي بعد كده بينشوف جي وهو قاعد لوحده في البي وبيكون فاتح الانترنت على اللابتوب بتاعه وبيدور كمان بقى على مدرسة سنوية جديدة بدل المدرسة اللي انطرد منها وفعلا بيلاقي مدرسة تانية وبيتصفح وبيشوف بعض المعلومات عن المدرسة دي قبل ما يقدم اوراقه فيها وبيتفاجئ لما بيعرف ان المدرسة دي غريبة والقوانين والقواعد اللي فيها اغرب ده كمان كل الطلب اللي موجودين في المدرسة من المجرمين والخارجين عن القانون لا ده كمان بيتم السماح لكل اللي موجودين بالمعارك والقتلات ما بينهم عادي جدا وتاني يوم مباشرة بيروح جي وبيزور وبيشوف المدرسة اللي بتكون موجودة في مكان غريب كده ده كمان بيعرف ان المبنى ده كان سجن قبل كده وتم تغييره وباقت مدرسة وبمجرد ما جي بيدخل للمدرسة بيتم ترحيب بيه بطريقة خاصة من بعض الطلبة الموجودين هناك وبينشوف كورة كده بتترمي عليه وبتخبطه في دماغه والست الشباب اللي هناك دول هم اللي راموا الكورة عليه والظاهر كده ان هم بيتحدوه وجي بيشاور لهم بقبول القتال معاهم بكل سرور وبيتحداهم فعلا وما بيكونش خايف من كترة عددهم وبيمشي واحد من ناحيته كده ولكن اول ما بيقرب لجي وخلاص جي هيتقاتل معاه بيتفاجأ جي بانهم بيعتذروله وبيتأسفوله ان الكورة جت وخبطت فيه غصب عنهم وبيعملوه كمان بكل احترام وحب ولطف ومواد كبيرة وجي بقى بيكون مصطارب جدا من اللي بيحصل ده وبعد كده بيروح جي لمكتب وقودة المدير بتاع المدرسة علشان يسجل اسمه ويقدم اوراقه وزي ما احنا شايفين كد المدير اساسا مائن عليه مجرم وسوابق اصلا وبيفتح المدير الملف بتاع جي وبيكون مش مهتم خالص بدرجاته وبيسأل جي بقى لو ارتكب اي جناية او عمل جريمة قبل كده او مثلا لو كان ليه في الخناقات والمعارك ولا لا وياطار عنده هواية لممارسة اي رياضة لها علاقة بالعنف ولا لا اما جي بقى فبيبقى محتار اكتر واكتر بخصوص المدرسة دي ولكنه بيكون لسه حابب التواجد فيها والالتحاق بيها والمدير بيقوله فيه شرط واحد لازم يكون متوفر فيك علش يتم قبولك في المدرسة وهو انك تكون مقاتل وليك في المعارك والخناقات فجي بيقوله ده انا مفصل من المدرسة علشان المعارك والقتلات وجاي هنا اصلا علشان المعارك والقتلات دي وعلى طول بيقبل المدير اوراق جي وبيوافق على دخوله والتحقه بالمدرسة بتاعتهم ومش بيكون جي عارف لسه اي حاجة ومش عارف كمان الفصل بتاعه فين وعلى الرغم من ان الشاب ده اللي اسمه سينجي بيرد عليه بكل احترام وبيصف له الفصل بتاعه فين الا ان جي بيصخر منه وبيمشي واول ما بيدخل جيل الفاصل بيكون عايز يفرد سيطرته ودراعاته على كل الشباب اللي موجودين في الفاصل وبيتحدها من القتال ولكنهم بيبصوا عليه كده ومحدش منهم بيرد عليه بولا كلمة واحدة وفجأة واحد منهم اسمه يونج بيتماشى ناحية جيل وبيتكلم معاه وبيكون هو نفس الشخص اللي كان مع الشباب لما راموا الكورة عليه تحت كده من شوية وهنا جرس البريك ووقت الراحة بيرن وكل الطلبة بيغدروا الفاصل وبيخرجوا برا ولما جيل بيمشي وبيروح ورباء الطلاب بيلاقيهم داخلين لدور ارضي تحت مبنى المدرسة وهناك بقى بيلاقي اللي كان مستنيه وبيدور عليه وبيكون فيه اتنين من الطلاب نازلين ضرب وطحن وتكسير فبعض ويونج بيتكلم معاه جيل وبيقوله انه مش مسموح لنا بالقتال غير في المكان ده وبس وهو ده المكان المخصص للمعارك والقتلات وفيه كمان رهنات وفلوس بتدفع على القتالات دي والطلب على فكرة بتكسب منها كويس قوي وكمان بنعرف ان مدير المدرسة والمعلمين بيشاركوا في الرهنات دي كل يوم والطالب اللي بيفوس في كل القتالات والمعارك بيفرض سيطرته بيبقى اقوى مقاتل فيهم وبكل صلاحيات كتيرة جدا ومعاملة خاصة من الجميع ولكن اهم حاجة ان الكل سواء الطلبة او المعلمين لازم يلتزموا بالقوانين دي وما يحصلش كمان قتال خارج المكان ده ويونجي بيقول لي جي انا عارف ان انت مستغرب من الوضع اللي هنا ولكن خد بالك اين عم فيه معارك وقتلات وفلوس ورهنات ولكن فيه قوانين بتحكم وترتب وتنظم كل ده وإلا طبعا المكان هيخرج عن السيطرة وهتبقى ساحة معارك دموية كبيرة وممكن توصل للقتل كمان ويونجي بيقول لي جي ان اقوى واحد هنا اسمه ايرون ولقبه هو الملك النمر وده بيكون دارس الفنون القتالية والدفاع عن النفس في النادي الدولي ولكن ايرون عمل حدثة وغايب ومش ظاهر الايام دي وكل اللي هنا عايزين ياخدوا المنصب والمكان بتاعه وبنعرف ان فيه ثلاث اشخاص بس مرشحين بقوة انهم ياخدوا مكان الملك النمر ايرون حاليا واول واحد هو جي تاي وده محارب جوده قوي وشارس جدا وبيقدر بقوته يحطم ويكاصر عدم خصومه بكل سهولة تم وتاني واحد اسمه هوت دوغ وده شخص تقدر تقول كده متخلف عقليا او مريض نفسي ولما بيدخل في معركة او قتال بيصرح خصومه زي المجنون وما عندوش اي حدود في القتال والتالت واحد هو اسمه سينج وده يبقى نفس الطالب اللي جي سأله عن الفصل بتاعه ودحك والتاري عليه اي نعم سينج بيلبس لبس مرتب كده وبين عليه ابن ناس ومتربي كويس ومنوش في القتالات والمعارك والشغل ده ولكنه يعتبر هو المرشح الافضل والاقوى ما بينهم والكل على فكرة بيعمله الف حساب وبيكون هو المرشح الكبير انه يكون هو خليفة الملك النمر ايرون وبيبقى جي متحمس للغاية وبيتقابل مع سينج وهنا بيارض عليه انه عايز يتحدى في قتال بينهم وبيفضل جي التاريق عليه ويستهزأ بيه اما سينج بقى فبيرفض بهدوء تام كده ولكن جي بيفضل مصمم وبيكون عايز ينرفزه ويخليه يغضب ويوافق وهنا سينج بينادي على الرجالة والفرقة بتاعته وبيكون واضح جدا انه هم مقاتلين اقوياء ويساعتها بينزلوا ضرب وتكسير وطحن بكل قوة في جي وفي النهاية بيغم على جي وبيقع على الارض وبيفقد الوعي وبيتلموا عليه كمان وبيقلعوا هدوم وبيصوروا بالملابس الداخلية وبعد كده بيوضعوا الصور دي على كل اللي موجودين في المدرسة وكل المدرسة بيفضلوا يتحكوا عليه ويستهزأوا به وبيبقى جي متضايق جدا من اللي هو فيه ده وفي المكان المخصص للقتالات بيشوف ان سينج ده مش شخص سهل خالص زي ما هو كان فاكر وانه طلع في الحقيقة قوي ومسيطر وبيهزم اي حد بيتحده بكل سهولة هو اي نعم لما جي بيشوف كده بيبقى الان ولكنه بيكون لسه مصر على مواجهة سينج ومباشرة بيروح جي وبيسجل اسمه في جولات القتال والبطولة المقامة وفعلا بيشارك في اول معركة وقتل لي وبيكون كمان متحمس وبيفضل يقاتل بكل قوة مع الخصمة بتاعه وفي النهاية جي بيقدر ينتصر وكل الطلاب بيخسر فلوسهم لانهما كانوا مراهنين ضد جي ومحدش منهم كان متوقع اساسا انه يفوز في القتال والمعركة دي وبعد كده بيفضل جي يتمرن ويتدرب بكل قوته وكل ثقة وبيعرض لنا الفيلم بعد كده معارك وقتالات قوية بيخدها جي مع خصومه في المدرسة وبكل قوة وشجاعة واسرار وعزيمة بيقدر يفوز وينتصر فيهم والكل طبعا بيكون مش مصدقين اللي بيحصل وازاي طالب جديد بيقدر يعمل كل ده ويفوز في كل المعارك والقتالات دي وراء بعض ده الوضع كمان بيتغير وكتير من الطلبة ومعلمين المدرسة بيبدأوا يراهنوا على فوزه وانتصاره بدل ما كانوا بيراهنوا على خسارته الا مدير المدرسة اللي بيكون في قمة الغضب وده طبعا بسبب انه خسر فلوس ومبالغ مالية كبيرة جدا لانه كان دايما بيراهن على خسارة وهزيمة جي وعلشان كده بيبدأ يحفر من تحت لتحت ويخطط لهزيمة ساحقة الجي وبنعرف ان جي خلاص اتاهل لدور الستاشر في بطولة المدرسة ولما بيكون قاعد هو وينج فجأة كده بيظهر لهم جي تاي محارب الجودو القوي والعنيف وجي تاي هو اللي هيكون خصم جي في دور الستاشر من البطولة والظاهر كده ان المدير هو اللي مخطط لكده وعلشان جي يستعد لمواجهة جي تاي بيدخل على الانترنت وبيعرف كمان حركات الجودو الشهيرة وبيدرسها وبيتمرن عليها وعلى طريقة صدها من الخصم بتاعه ويتاني يوم بيتواجه جي مع جي تاي وبيكون جي متحمس جدا وبيفضل يوجه ضربات قوية جدا لجي تاي ده كمان بيفضل يضرب فيه يمين وشمال ولكن جي تاي بيكون عنده قوة تحمل رهيبة جدا ومش بيتأثر بكل ضربات جي وفي نفس الوقت ده جي تاي خصم مش سهل وقوي جدا وبيمسك جي وبيرفعه وبيوقعه بكل قوة على الارض وبيوقف جي من تاني وبيكمل قتاله ومعركته القوية والمسيرة ضد جي تاي وهنا بيخلع تي شيرت بتاعه علشان ما يخليه جي تاي يعرف يمسكه ويتمكن منه وبالفعل بتنجح خطة جي وبيفضل يضرب بكل قويته في جي تاي وبيبقى كمان مسيطر تماما على المعركة والقتال وفي النهاية بيوجه ضربة قوية وقاضية الجي تاي اللي بيطير لفوق في الهوى من شدة الضربة وبعد كده بيقعه على الارض وبكده بينتصر جي وبيتحول المكان لساحة كبيرة من الاحتفال بجي وصراخات الطلاب بتبقى في كل مكان وما حدش بيكون مصدق اللي حصل وبعد كده بيتقابل المجنون هود دوج مع جي وبيتحدى في معركة وقتال ما بينهم في دور التمانية اما جي طبعا بيقبل التحدي على طول وبننتقل بعد كده مباشرة لساحة المعارك والقتالات وبيبدأ القتال والتحدي ما بين جي وهود دوج بكل قوة وشراسة وعلى الرغم من ان جي بيوقع هود دوج كذا مرة على الارض بضربات قوية ومؤسرة ولكن بنلاحظ ان هود دوج فعلا مجنون ومش بيستسلم ولا بيهتم خالص وفي كل مرة بيقف وبيكمل القتال عادي جدا وبيهجم على جي وبيكون سريع وبيتفادى ضربات جي بكل خفة ورشاقة ده كمان بيوقع جي على الارض وبيفضل يضرب فيه زي المجنون تماما وفجأة لما بيكونوا هجمين على بعض كده القتال بيقف فجأة وبنكتشف ان هود دوج ده معا ميداليا في ايده اتقطعت ووقعت على الارض وبنعرف كمان ان هو متعلق بالميداليا دي جدا بسبب ان ليه الذكريات معاها لأسرته قبل ما يموتوا كلهم وهود دوج طبعا بعد كده مش بيبقى مركز في القتال وبيفقد تركيزه تماما وهنا جي بيستغل الفرصة دي كويس جدا وبيفضل يضرب فيهود دوج بكل قوته وبيواجه له كمان جي ضربة قوية وقضية كده وبيوقع هود دوج بقوة وهنا بيفوز جي وبينتصر في القتال والمعركة دي وفي هز الفرحة والاحتفال الجنوني والهستيري بجي فجأة الصمت بعمه وبيسود المكان وبيظهر لنا الملك النمر ايرون وراجع من تاني بعد الحدثة اللي عملها وهنا الكل بيكونوا مزهولين ومش مصدقين انه راجع وبعد كده بيتقابل سينج مع الملك النمر ايرون وبيكون ايرون مش عاجبه القوانين اللي محطوطة في نادي القتال وعايز يلغيها وعايز كمان يحط قواعد وقوانين جديدة وهو السماح بالقتالات والمعارك دي في اي مكان في المدرسة لا ده كمان عايز القتالات تستمر لحد موت المهزوم والظاهر كده انه راجع ويناوي على الشر اما سينج بقى فبيكون مش عاجبه الكلام بتاع ايرون ولا اللي عايز يعمله وعلى طول بيأتحدى في قتال خاص ما بينهم حالا فايرون بيوافق وبينزل معاه لنادي القتال في قتال سري جدا بينهم وبينزله ضربه وتكسير في بعض بكل غلق وكراهية وشراسة وجي ويونج وفريق سينج بقى وفريق ايرون بيكونوا حاضرين القتال ده اللي بيكون قوي جدا ما بين الاتنين وكلهم عارفين ان ايرون قوي جدا ومش بالسهل هزمته الانتصار عليه وبيوقع ايرون سينج على الارض وبيفضل يضربه بقوة زي المجنون لحد ما خلاص سينج بيكون مش قادر انه يتحرك وساعتها بيفقد وعيه تماما ولكن ايرون بيكون لسه ما شفاش غليله وبيضرب واحد كمان من فريق سينج بكل قوة وبنعرف ان طلبة كتيرة من فرقة سينج اتخلوا عنه وانضموا لفرقة الملك النمر ايرون اللي رجع من تاني للعرش بتاعه وبينتقم ايرون وفرقته من مقاتل الجود جي تاي والمريض النفسي هود دج وساعتها بيفرض سيطرته الكاملة على المدلاسة من تاني ده كمان بيغير القوانين زي ما هو عايز وما حدش قادر يعترض ولا يتحدى ويقف في طريقه وسكته وعدد كمان الطلاب اللي عايزين ينضموا ليه والفرقته بيزيد جامد بما فيهم كمان يونج اللي بيقوله شرف لي اكون من ضمن رجالتك يا ملك وبعد فترة كده ايرون بيسأل يونج عن الطالب الجديد اللي متصيت اللي اسمه جي وبصرعة يونج بيروح لصديق جي وبيقوله ان ايرون بيسأل وبيدور عليك ولازم تستخبى وتهرب منه ولكن لما ايرون بيعرف ان يونج حذر جي بينزل فيه ضرب وبيفرتكو وهنا بينشوف جي وهو ماشي من المدرسة ولما بيوصل له خبر اللي حصل لصديق يونج بقى وبيشوف اللي حصل له بيروح وبيتقابل مع ايرون لانه حاسس ان يونج دفع ثمن انقاذ ليه وهنا بيتحدى ايرون في معركة وقيتال ما بينهم وعلى طول ايرون بيوافق بس بيقوله انا مليش مزاج دلوقتي في القتال معاك وهنا بقى بيخلي رجالته هم اللي هجيموا على جي وفعلا بيهجيموا عليه وبيفضلوا يضربوا كلهم كده مرة واحدة بدون رحمة وبيكسروا عظمه واللي حصل ده بيخلي كل اعداء ومنافسين الملك النمرة ايرون ياتحدوا مع بعض وده طبعا للقضاء عليه زي الجي تاي وهو الدوج وكلان وبيتقابل جي مع ايرون في المكان ده وبيتوجهه وبيتقتله مع بعض وايرون بقى بيكون اقوى وامهر من جي وبيوقع على الارض كمان وبينزل فيه ضرب وتدمير بكل قوة ولكن جي مش مستعد ان يخسر اهم القتال ومعركة في حياته واسعتها بيقف على رجليه من تاني بكل اصرار وعزيمة وبيقاوم وعلى طول بيستجمع قوته وبيفضل يضرب في ايرون بدون رحمة ومن غير اي توقف لحد ما فعلا بيمتصر جي وبيهزم الملك النمرة ايرون وبياخد جي المكان اللي بيستحقاه في المدرسة وبيتوج بلقب الملك الجديد وبيرجع لنادي القتال من تاني وكل القوانين اللي لغاها ايرون بترجع من تاني والكل بيكون سعيد ومبسوط جدا باللي حصل وبيعرف وبيتأكد جي ان حتى المعارك والقتلات لازم يكون لها قانون وتنظيم يسيطر عليها ويتحكم فيها ومش زي ما هو كان فاكر ان الحياة كلها معارك واخناءات وقتلات في كل مكان وفي اي وقت وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهاردة اتمنى تكونوا اتبسطوا معانا ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب واتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد اشوف بقى والشكو على خير سلام